اشتركوا في القناة اميرة قالتلي خي فشيتيلي خلق لانه ذكرت الموضوع لانا كنت بدي احكي عنه وامطارق عم بتقول يا غيدة انا زعليني منك وبيدي فش خلق فيك لانه ما فشيتيلي خلقه طب ما بعطيلي تعليق لحتى قرايا امطارق شو بدي اقابل طب انا اكل احوال انا دايما اكيد بانتظار كل تعليقاتكم احنا موجودين معكم لانه الحمدلله في كتير تعليقات انه في كتير ناس لما بيحضروا عالم صباح بيفش خلقهم بيمبستوا اكيد مع صباحنا بخلال هالفترة اليوم كمان في عندي توصاية خاصة من ايمان عم بتقول لي ايمان من ترابلوس انه هي خلقاني بـ 25-12-1983 ساعة عشر المساء واماني موسيتني اياها لحتى وصل اياها لكارمن لتطرح عليها السؤال شو وادع لـ 2014 خاصا وانه هلأ التحضيرات على قدم نوساق الكتاب صار جاهز بين ايدين كارمن ان شاء الله قريبا وبكل الاسواق لحتى تقدروا تحصلوا عليه وشوفوا توقعات كارمن للـ 2014 وننتقل لعندها بزودياك صباح الخير كارمن صباحكم بألف خير صباح الخير غيدة صباح خير لشيف شادي اتصالاتكم مباشرة على الهواء طبعا لإيمان حطيت إيمان رح بلش فيها هايدي توصية سبيسيال من غيدة ما فينا من لبي لطلبها لغيدة بتموني يا غيدة اتصالاتكم إنسان مباشرة على الهواء بس محولي ابدأ مع إيمان وبالنسبة للكتاب غيدة الكتاب إن شاء الله جمعتي جاي بيكون بكل المكتبات إيمان مواليد 25 ديسمبر يعني هي من مواليد برش الجدي يعني أنت من الأشخاص اللي سنة 2014 لأنك محددتين عن شو بدك تعرفي بشكل عام بالنسبة لقالك سنة 2014 أنا بعتبرها سنة حلوة أنت من الأشخاص اللي مرأ علي ونقطوع كتير كبير بها السنتين اللي مرأوا تغييرات كانت جذرية كانت كبيرة أتعبتي حسيت أن الأمور ما عادت مثل ما هي تغيرت حياتك توجه حياتك أو حدث مهم بحياتك صار وتغيرت الأمور تقريبا رأسا على عقب بالنسبة لقالك أنت حسب ما التشارت بتقول أنت من الأشخاص اللي معقول بسنة 2014 يكون في تغيير حلو يكون في كونترا يكون في حتى نوع من اتفاقية إن كان مع شخص إن كان مع جهة معينة مع طرف معين ما رحقول إنه يمكن زواج لأنه مش عارفي إذا أنت متزوجي ولا لا بس بقولك إنه حظري حالك في شي جديد لكن في تحذير كلمة تحذير وكلمة بتنبهك من سحل يلي موجود مع فينس هيدا الأمر بيقول بدك تنتبهي لمصرياتك وبدك تنتبهي من حدث بسنة 2014 يا إيمان يلي معقول يزعلك شوي فنتبهي من خيبات الأمل كوني جاهزي كوني واعيي استشيري وسألي لحتى ما تخيب أمالك ماديا وأيضا عاطفيا ناخد ميرنا أول اتصال ألو يا أهلا مونجورين يا أهلا دي أسألة عن بنتي نعم 14 تموز نعم 79 نعم بين 12 ونص ووحدة ونص بالليل 12 ونص والوحدة ونص بالليل عن صحة وعن حياتها العاطفية والمادية من اللي معروف هي متزوجي لا أنت تلفنتي من جمعة تقريبا سألتيني عنها لا مش شهر شهرين اه اوكي اوكي شكرا لأتصالك تابعيني عملي معروف على التيفي خلينا نشوف وهون يحب يذكر الجميع انه بين الساعة واحدة والساعة اثنين عفوا في ساعة كاملة مخصصة الأتصالاتكن على إذاعة الشرق خلينا نشوف بالنسبة لأميرنا شو الموضوع عم تسأل عاطفية عم تسأل بشكل عام عن بنته صحيا انا اللي شايفته بصراحة في اشياء جيدة في اشياء جيدة يمكن اكتر من الامور السلبية في عندي تأثيرات من برج السرطان المشتري على برج السرطان رح بتكون ايجابية كتير في عندي نوع من ضغط موجود بسنة 2014 من زحل على كوكب اورانيوس لكن الحدث الحلو بسنة 2014 اللي رح يميزها بالنسبة لبنتك انه في نقل نوعية في تغييرات ما رح تبقى مثل ما هي حياتها في شيء جديد عم يتطور المشكلة إذا مرأت عندها تحديدا إذا مرأت عندي شهر تموز خلينا نقول شهر قاب إذا مرأت شهر قاب 2014 ومصر شي جديد عند بنتك هذا معناتها بيكون فات القطار في قطار معين رح يمروا عندها بالنصف الاول من سنة 2014 شي حلو كتير يمكن يكون شغل يمكن يكون خطبة يمكن يكون زواج لكن في صفحة جديدة مش انه حدث شوي كل 12 سنة بيصير مرة لينا تفضلي لينا ألو يا أهلا نعم تفضلي 31 1880 ساعة 9 مساء 9 مساء وين خلقاني في جزائر نعم والسؤال بسأل عن الأولاد أنا متوجهة بسأل عن الأولاد أوكي عندك أولاد لا أنا عندي أوكي شكرا لاتصالك خلينا نتابع ونشوف موضوع الأولاد بالنسبة لأيلي أنا عطيتني ساعة الولادة طبعا حطيتها بالجزائر لحتى تكون مظبوط دقيقة بس نما تعطوني ساعة الولادة فين يشتغل على مكان الولادة بالنسبة لأيليك أنت لينا الحلو أنه بساعة الولادة بيعطيني أول شيء تطالع الأسندان بيعطيني اليون يعني بيعطيني برش الأسد هيدا معناتها واصل المشتري لهون بسنة دمي الكنس رح بيكون فيه اشياء كتير حلوة وكتير مهمة ورح بيكمل بكل هالمنطقة يلي هي إجمالا ست سنين هون سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كل هالست سنين هول حياتك الخاصة يعني ابتداء من سنة الـ 2015 بتدخلي بمرحلة فيها كتير تقدم وكتير تطور على الصعيد الشخصي الشخصي الـ personal حياتك العاطفية حياتك العائلية بالنسبة تحديدا ليه موضوع الأولاد بدي اطلع على البيت الخامس وفقط فين اطلع على البيت الخامس لأنه ليه نعطيتني ساعة ولادي ومكان الولادي بالنسبة لألك انت البيت الخامس في عندي كوكبين وفيه تلاتة حتى إذا مظبوطة دقيقة دقيقة مظبوط يعني هيدا تشارت تنطبق عليك مية بالمية وهي تنطبق على هالساعة إذا هيدا هي ساعتك معنات هيدا تشارت لألك وبالتالي موعودة انت موعودة هو في ثلاث أولاد لكن لأنه في عندي نابتون هون هيدا معناتها في احتمال ما رح أقول خسارة لولد لكن فيني قلك انه في عندك منموم في عندي ولدين بالنسبة لألك أنتا أخبارك الحلوة وهون مثل ما نبين عندي صار في خسارة زعل بها الموضوع بشهر نوفمبر دميل دوز وحتى بهيد السنة كمانا ما كانت سهلة أبدا من حوالي شهر أو شهرين بالنسبة لها الموضوع لكن بقلك انه انت هلأ تقريبا صرت على شط الأمان عندك سنة لحتى تحاولي في عندك ولدين معودي فيهم يلينا بليز رجعك تصلي فينا وبعتين لإيميل وتمنيني أمل تفضلي مرحبا يا أهلا وسهلا يا أمل لو سمحت بدي شوف لبنتي نعم 18-4-95-10-10-10 الصباح عند تقديم باكالوريا السنة شوف لأ 2014 بشكل عام شكرا لأتصالك خلينا نشوف إذن موضوع التقديم خلينا نشوف موضوع التقديم شو قصته يعني الشي الكتير حلو وكلكن إذا عم بتتابعوني صرتوا بتعرفوا الموضوع بس لما نشوف البرش السرطان هون هده معناتها في عندي إيجابيات بالنسبة لألة أنا بالنسبة لألة فيه إشياء جيدة فيه إشياء دعمة لألة ماني الشي في تراجع أبدا خاصة أنه بيت الدراسة ما فيه مشاكل أنا بالنسبة لألة بقول أنا رأيي أنه موضوع الدراسة بنسبة لألة فلكيا ناشح إذا هي عادت بالبيت وأردت أنه ما تدرس بكل ساعتها من إيدها لكن فلكيا فيه عندها إشياء كتير حلوة جوزيفين تفضلي بونجور يا أهلا وسهلا تسعة عشر تلاتة اتنين وستين تسعة عشر تلاتة اتنين وستين تلاتة اتنين وستين أي ساعة أربعة بعد الدهر والسؤال أهلا يعني شو الشهر اللي تخلص السنة شو لا حيث يكون وضعنا شو بتعملي أنت بالحياة سبت أوكي يعني ما بتشتغلي لا لا أوكي خلينا نشوف لك كانت بشكل عام الوضع العائلي خلينا نشوف بشكل عام الوضع الصحي أهلا والمالة ليلا خلينا نشوف شكرا جوزيفين لأتي سالك بالنسبة لك أنت طبعا بدي روح لبرشك يلي هو برش الحوت يلي بيقلي أنه الأشياء عم تتطور بأشياء جيدة ماشي إجمالا بشكل جيد نهار الخلقاني فيه ما في عندي مشاكل نوعا ما الشغلة الوحيدة اللي ما حاببتها هي وجود المريخ ببرش الحوت أنت من الأشخاص اللي بتقدري تابع حالك تنقول بكتابي مع أنه أنت منك من موليد برش الحوت بس إذا بدك تابع حالك لسبب لتأثير معين بتمنى تابع حالك كأنك من موليد 24-25 شباط يعني موليد برش الحوت 24-25 شباط بينطبق عليك لما النبتون بيكون معن يعني بدك تاخد بالكتاب تأثير الكوكب الشهري الكوكب الشهري لموليد 24-25 شباط ساعتها بتقدري تعرفي شو اللي عم بيأثر عليك سلبا برجع بكرر 24-25 شباط أنت بتابعي كوكب نبتون يعني بتفوت عبر ش الحوت كأنك موليد 24-25 شباط صحيح أنت من موليد أدار بس في تأثيرات لألك سلبية شوي تابعيه وضلك على اتصال معي أهلا وسهلا تفضلي يا هيام أهلا وسهلا بدي أسألك عن ابنة نعم بخصوص شغل عملي معروف نعم ساة 1980 سبعة شباط ساعة ثلاثة ونص بعد الظهر الآن ثلاثة ونص بعد الظهر نعم بخصوص شغل شغل عائلته أوكي شكرا لأتصالك خلينا نشوف شو الموضوع موضوع الشغل فيك تابعيني على التيفي أوكي أوكي شكرا لأتصالك خلينا نشوف شو القصة كمان عاتيتني ساعة ولادة ما فيني ما شوف برش السرطان على الطالع ما فيني انكر وجود المشتري اللي رح يفتح عنده صفحة جديدة كل 12 سنة بتصير مرة بتقريبا بمنتصف سنة 2014 فيه اشياء جديدة عم تتحضر بالنسبة لألي لأبنك فيه اشياء حلوة عم تتحضر مش عارفة اذا ابنك متزوج ولا لا لكن رح قل له انه الأمور العائلية الأمور الشخصية مكركة بنتفي بده ينتبه له وخاصة بعدين على قصة موضوع الأولاد بس لما نسحل بيدخل على بيت الأولاد بصير عندي بعض الأمر الأمور العاطفية الزوجية أو العلاقة بالولاد نوعا ما منها الأدى سهلي لكن في صفحة جديدة نطرته بنص الأول من 2014 حيات اخر اتصال معنا تفضلي ألو يا أهلا وسهلا تفضلي ألو مونجورين لك أحبيبة أنا بدي أسأل عن ابني نعم ألف و九سمية و واحدة وتسعين نعم تمانة تموز تمانة وطلت عشية تمانة تمانة احواله بقى أشغل ما عم تزبط أخبار وما عم تزبط ليه ما عم تزبط والله ما بعرف ويمن هيك كل ما يشتغلش الشغل تلتين تلتين بيواقف بيوقف عم بيشتغل بلبنين اه ايه بلبنين بلبنين ايه ايه اوكي تابعيني على الشاشة لانه في شي حلو لابنك ان شاء الله يا رب منتمك لابو بي ان شاء الله يلا ميرسي حبيبا شكرا لاتصالك بالنسبة لابنك انت عطتيني ساعة الولادة ابنك عنده مجموعة كواكب ببيت العلاقات يعني بس لما تعطوني ساعة الولادة فيني اشتغل فيني شوف الكنتريات عنده ابنك من الاشخاص اللي من كنترال لواحد لاثنين لثلاثة من الشركة لاثنين لثلاثة لأربعة اللي بيخوف انه هالشي معقولي سير يتكرر بالزواج بالحياة الزوجية لانه الزواج كمانا هي شراكة فبالتالي بدوا ينتبه لهالموضوع لكن هلأ بقلك انه عنده سنتين ممتازتين بالنسبة لموضوع الشراكات سواء كانت على سعيد العاطفة سواء على سعيد الشغل ويحضر حاله وفيه شغل كتير مهم لاله بين قدار ونيسان وبتكمل تموز وقاب كتير كتير مهمين ومش شوي بس بدي يكون زكي هالفرصة اللي بتشي كل 12 سنة مرة مايروح ينقي شغل بشركة عارف انه مافي تقدم فيها او شركة اللي حتقفلس بعد سنة او هالشركة ماقلها مجال تتقدم نصيحة يروح على احلى شركة اكبر شركة مهمة لانه هاي دي فرصات العمر اذا عنده شي كتير حلو بال2014 وال15 واهلا وسهلا فيك ترجع التمنين عنه هذا كان اخر اتصال لليوم ارجع اتكركم بين الساعة وحدة والساعة اتنين اليوم على ازاعة الشر بتقدروا تتصلوا فيني ساعة بكاملة بخصصة صلاة شكرا كارم راح اتبع اكيد محطاتنا بعض لحظات شاف شادي واكيد خلينا نحكي كمان مع تانيا خليكن معنا